دنت الحكومة الفرنسية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها قرار السلطات الإسرائيلية ببناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي في القدس الشرقية المحتلة واعتبرت الخارجية الفرنسية أن هذا القرار مقلق ويساهم في توسيع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية ويقوض التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد طرحت مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة تتوزع بين مستوطنة بيسجادزيف ومستوطنة راموت